السلام عليكم إخواني أخواتي لبس عليكم صحتكم لبس بسم الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين توكننا على الله ولا حوله ولا قوة إلا بالله قبل ما نبدو هذا الفيديو ما تنسوش ديروا اللايك هبطول تحت ديروا واحد اللايك الله يزيكم بالخير نتوكلوا على بركة الله كما تعودتوا علي مني كيكتوا علي الأسئلة في الواتساب على واحد الموضوع معين كنجيك ندير لكم عليه فيديو يلا تابعونا من اللي ورحة للخير وما سبخلوش علينا كيما قلت لكم باللايك الله يزيكم بالخير ولكن قبل ما ندخل معكم في التفاصيل لهذا الفيديو بريد نقول لكم الخلاصة ديال 2-3 اليوم لأربع ثلثيان وأنا كنخرج وكنقلب لكم على ليزا باقترمو ما بين 40 حتى 70 مليون كنقلب عليها لأن كل واحد فيكم كيقول لي عفاك أنا بريزا باقترمو تكون كتطل على الشارع وكتطل على الجردة والجردة والشارع وما تكونش داك الفيزا في وما تكونش هادي والله العيل العظيم لليوم ثلثيان إلا كنقلب كنقلب وكيما قلت لكم الأتمينة أستحي باش نقولها أتمينة خيالية والله العيل العظيم للأتمينة خيالية وبالنسبة للناس بيبغييني شوي وخليكم هانتوا ما غادي تنزلوا وغادي نقلبوا وهذا كيما قلت لكم دز يم ما تكونش ديك الهودة بحلي كانت منه ولكن شوية شوية دا ما بني كاتبت تسوي المشاريع كتلقى ما كينار عشرة لاف حداش الالف سهلة سهلة والله عشرة لاف حداش تناش تلتاش سهلة نتمنى مع الله أخي المهم باش نقول لكم خلاصة يدها ثلاثة يام اللي خشت يوميا كان خش مني كان ديولي داسي للمدرسة وانا كان خش كان ندور مشيسي نقلب لكم عند المنعيشين صغر المنعيشين صغر ثلاثة ملقات منها طالعة ومني كانت دخول كتشوف في فينيسيو ما ما عفتش ما أنا شخصيا ما عجبتنيش فينيسيو صافي يلا نسدو ونتوكلو على بركات الله كان بزاف الناس مازال كيقولوا لي انا بغيت نشري داخل في هالدعم ولكن عندي شي حاجة دفلوس وبغيت البنك التشاركي يكمل لي احنا ما غنضوش فهذا الموضوع هذا على البنك الريباوي البنك الريباوي اي فيتي لان انتو ما عافل الفكرة ديالي رغم أنني أنا بحكم أن المحتوى ديال العقار كي لزم عليا أنني اندي فيديو على طريقة ديالتعامل مع البنوك الريباوي غير من باب العلم بالشي واش تفهمنا من باب العلم بالشي من باب من كيما كان كيما كان قولو احنا يا أن الصدق في العمل حيث كان بزرد الناس بساكنه ما عافيش كيفاش تعامل مع البنوك الريباوي لقاء لقاء تعاليق كتساند أنني نقول لكم كيفاش كيفاش كي توجد دوسي واشنو خسكم واشنو المستزمات اللي خسكم ودك شي كتبوها لي في تعاليق رغم أنني أنا ما القلب ديالي كي هرب لي يا راكم وراكم معافين علاج ديالبغا نضوع البنوك تشاركية كي يجيش الحالة الحالة الأولى أنك تأخذ كريدي من بنك تشاركي 100% يعني البنك التشاركي هو اللي غي يمشي فاوض صاحب العقار عليك انتا يعني هو اللي غي يشري بسميته وغي يدير لك انتا عقد مرباحة وغي يبيع لك انتا على واحد المدة معينة بواحد ثمن معين ممكن مثلا حيث كي يمزاف الناس اللي يتفاجؤ تشاركي بخمسين مليون وغي يبيع لك بخمسة وخمسين ولا بستين وغي يبيع لك عقد مرباحة وغي يبيع لك ويبيع لك مدة زمنية محددة يعني ممكن تشري بخمسين مليون ويطلع لك في الاخر المطاف بخمسة وسبعين مليون ولكن السؤال الذي يتطرح ان في ذلك الوقيت فاش انتا ملكتي العقار واش ثمان سوي خمسة وسبعين مليون هادي التفكير اللي يخص تفكروا فيه لان كين بزا الناس توصلوا معايا ويقول لي احنا شرينا لبخطر مليون بخمسة وعشر مليون ولكن طلعت علينا بربعين مليون ودب احنا كان بيعو بخمسة وثلاثين مليون كين قل انتم خسرين العملية بخمسة لا يوجد بخمسة الخسارة هذا المسألة لا يفهموها انا انا لا تخصي بخطر مليون ونأخذها على طريق البنك التشاركي انا اخصي تخميم وانا انا مقتنع فيها 100% لانا انا انا ساكن فيها او او نتقدز عاما يمن 30 او 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 شهو ايضا او او اصغير اله او اله او تفهم عن هذا نقطه او اوا او او ايضا 75 مليون سوف اظن اشهال المل ساوي 75 مليون يعني العملية خاسرة صعبة او او بين تفهمنا على هذه المسألة من جهة. اما المرحلة الثانية كي يقول لي انا سوف ندفع 50% من الثامنة ديال البردماء. و 50% سوف يأخذها لي البنك التشاركي. ولكن سوف يأخذك البنك التشاركي سوف يعطيك القيمة ديال 50% على اساس انك تقساني عقب. يعني القيمة ديالك الكريدي اللي اخذتين عند البنك التشاركي سوف نقص. لان كل ما اطولت المدة كل ما اطولت المدة كل ما اطولت المدة كل ما اطولت المدة كل ما اطولت المرابحة ديال البنك التشاركي سوف تنقص. شوف انا هذه الكلمات اللي كنقول انا سوف يفهمهم وكين معنا الناس كبار وكين امهات مقاريش عليها كنحاول نوضح لهم. ومع كامل اسف كين بعض الناس اللي كي قولوا لي يا ترتارة ما عنديش الاشكال. المهم انا عندي هي المعلومة توصل. ومني تعيط علي واحد الامريما تقول يالله يرحم لك الوالدين ا اميك شرحت منك ذلك شي بالخشيبات. هذا هو رضا اللي عندي وهذا هو ربح اللي عندي اما دوك اللي كي كتبوا ترتارة ودخلينيشان وخرجينيشان انتم اخوتي الى العقل للكم بسم الله ما شاء الله اربي حاباكم بعقل فاطين. وكين بزاف الناس اللي العقل هلون كي يبغير للكم شايبات. خليني غامل معدوك الناس لناخد غرض الوالدين. صافي? انت تفرج حد هنا وودي باللايك وزربوا عادة نوصل المعلومة التانية عاد خودها. الاخوة انا مشي تدفعت الباختمون سوية خمسين مليون انا عندي خمسة وعشرين مليون. مشي تدفعتها. البنك التشاركي غير يعوني بخمسة وعشرين مليون. هذه خمسة وعشرين مليون الاخديتها على ست سنين. غندي معام غنخلصها على ست سنين. ماشي يلا غنخلصها على خمسة وعشرين مليون. على ست سنين يقدش زيدوني ديك خمسة وعشرين مليون نوضعها بثلاثين مليون مثلا. ولكن لديك خمسة وعشرين مليون ممكن نوضع ديك خمسة وعشرين مليون وممكن نوضعها بثلاثين مليون. فهمتو؟ حلقتكم في مدى قصيرة كل ما فتح المدى قصيرة كل ما فتحش معكم بزاف كل ما فتح المدى طويلة ومجبدة كل ما فتح المستنزاف كما فتح المدى قدر معكم هذا من جهة حاجة اخرى أنه إنفوا البنك التشاركي يعطيك 25 ميون اللي بقيت يأخذ الدار أساسها تفاهمنا؟ وبالنسبة نقول لكم القانون المغربي الدولة المغربية والأبناء هم الوحيدين اللي عندهم حقها يعني ذاك الكون تخليك تقول أنا أخدي سر هنا أبا أخدي مور هنا ما كيش عندها واحد سنة قانوني نهائيا تفاهم؟ تفاهمنا على ذاك مسألة؟ وحاجة أخرى كين بزاف دلناس كيتواصلوا معايا سيأخذوا كريدي 100% عند البنك التشاركي أولى 25% أي مشروع حاليا ضروري ما يكون عندك تصريق ديال 30% بزاف دلناس وصلوا معايا بزاف دل أخوات بالضبط كتقول لي أختي لا أنا أخذ كريدي 40 مليون شوفي لي مشروع كنقولها ضروري تكون عندك 30% كتقول لي 30% كنقولها تقيمة 11 مليون ونصر 13 مليون كتقولي أنا أخذ كريدي 100% نقول لي ها ما عندكش لوان ممكن دي ريزيرفاسيون ريزيرفاسيون كالداب تكتعطيهم 30% من الثامن الله يهزيكم بالخير 30% من الثامن لأن بزاف دلناس تواصلوا معايا وخرجت معاهم وقلبت لهم وقعنا في هذا المشكل يقول لي ها ما عندكش 30% من الثامن سوف نأخذ كريدي 100% أو لألقينا لهم أباكتو مواجدة يقول لي ها ما عندكش باش نعطي الوعد بالبيع سوف نعطي الوعد بالبيع سوف نعطي الوعد بالبيع ناما مواجدة سوف نعطي الوعد بالبيع يأتي المشكلة لأن الوعد بالبيع ليس علي موضوع الوعد بالبيع وانت بقيت واحد اتبقيت واحد جانب معاك تبني يجب علي سوف يتجرب فانت مواجدة انزلو الوعد بالبيع يدلو ولكن سيد تحتيج إفتاح واحد في عائلة ولا ترى ستظهر بإذن انقاء الشارع والغاية المحالمين للبيع موجود لديك بسخة لابتزاز وسوف تأتحرك أعطيني جوكلى 3 مليون عاد ندعم الفصخ للبيع ولأسف؟ إما عندما تكون عندك فلوس جوكلى 3 مليون و360 مليون عاد قليلا معك بسخة البيع عندما يأتي لك أتحقق بالشريف أن أفعل الوعد بالبيع. وخصوصا أنني تنتمون وتدير الوعد بالبيع ليس دقط. إما في حال أو 6 شهر, لا تدير الوعد البيع. ألن أصدقائي نحن لديها نحن بي Черن 3 شهر. في حالة 3 شهر يسمعون الكثير من شهر. لإنها المال و pot vacation. في حالة مليونة تقوم بك ثلاث شهر و لا يريد أن يدعي الوعد في البعض يتفسخ خلاصه و لا يريد أن يتفسخ معك الوعد في البعض يقولون ان هذا الفلوسك عندي و اعطيك الفلوس لا يقول لك لا و انا جاءت في قهيوة و نقلس و نضحكو و أعطينا ذلك الفلوس و أقدمت لقوه و لكن لم يكن الحال لم يكن الحال عند النوطر لا سيدا لم يكن الحال عند النوطر و انا اعطيك غشك ردوا البال و العمل يد النصب و الاحتياء لهم كائنين انا كان وضح لكم باش تردوا بلكم الله يرحم لكم الوالدين لا يضحكش عليكم شي حد لا يدي لكم شي حد ارزخكم تفاهمنا؟ هذه من جهة الوعد بالبيع مديروش و تأخذكم ضروري تصبيق الله يجزيكم بالخير باش باتقوش مرهونين حاجة حاجة أخرى يعني إذا لم يكن شديك 30% منعيش عقاري سوف يديرك 30% كالحالات للمنعيش العقاري سوف يدير خمسة لف درهم او لعشرة لف درهم و الاغلبية سوف يدير عشرة لف درهم ولكن يعطيك الاجل السمانة او لا تفهم معك يعطيك الاجل 15 اليوم باش تحول الفلوس ديالك الى ما فاتش سوف يقول لك ما نسالك و الحمد لله كين منعيشين عقاري هنا فطنجا الله منك تقول لي صافراني مبقيتش باغير ولا ملقيتش فلوس يرجع لك فلوس كما هي سوف يديرك 10% 10% على ذلك الاساس اردو بلكم على هذه المسائل الاساسي يلا يحملكم بها الوالدين تفهمنا على هذه المسألة و حاجة اخرى الكثير من الناس يسولوني يقول لي انا شتو عند المنعيش العقاري فلان فلاني ولكن ما غير يدير ليش وعد بالبيع عند النوطير والوعد بالبيع على واحد البروجي يلا كيتبنى غير يوجد من هنا عام وصول عامين رسي حال يديرك النوطير سوف تقول لي في مدن اخرى يديرو عند النوطير هذا يديرو ما يديرو الوعد بالبيع يديرو الوعد بالبيع كي يديرو الوعد بالبيع لكي تضفى صبغة الامان عند المشتري بحال المشتري يحسب الامان لا انا درت الوعد بالبيع و ليس الوعد بالبيع تفهمنا على هذه المجهة يعني ضروري يكون عندك هذه المسألة 30% وكاين الناس سؤال اخر قالوا لي اختي عفك في هذه المرحلة الشراء الاولية او العمارة تبنى وانا شرعت فيها واذا تدخل البنك التشاركي لا البنك التشاركي بها لما تنجح بنا وعندما تدخل البنك ما يجب ان تنجح الوعد بالبيع وكي تفهم وعندما تستطيع ان تنجح الوعد بالبيع وعندما تنجح الوعد بالبيع هذا يجب أن أعطيكم الكريدي دعوني في كمانتر لتحسن لكي نفعل فيديو مفصل بالخشيبات لكي لا يبقى يحلم 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 وفي الأخير يقول لك الدولة دارت لي أبغيتكم بالخير ليوصل معي لهذه المرحلة يقول مبروك المواطن المغربي مقيم في إيطاليا شرت دعم للساكن في مدينة بكناس و جاتوا اليوم بإخدار الموافقة النهائية و اليوم جاتوا بأن شكرا وصلوا عند النوت باركوا لي ومبروك على الناس الأخرين اللي الله مستقبلا و بالنسبة للناس الذين يأخذوا عند مشروع بالحاجة الذين يأخذوا عنده نقول لكم حاجة واحدة إن شاء الله بإذن الله نعيط لكم و يقول لكم تيتره واجد لكم مباشرة نقول لكم تيتره واجد تواصلوا معي باش نقول لكم كيفاش تسجلوا في السيت ديال دعم ساكن باش تاخدوا الدعم ديالكم و مبروك عليكم و بالنسبة للناس لك تقلب دابع لساكن صراحة و نتمنى على الله خير و نتمنى على الله خير ما تزربوش ما تزربوش إلا ما شويتش هادي العم نشري العام ما جي غتتقول يا العام ما جي فيه غى أجد بالنسبة لما ده Party باقة. الارض ده بكت نقوله واحد المثال الارض ده كتنوت بالزرعة. ده بكتنوت بالسيمة. يلا السلام عليكم وما تنسوناش باللايكات. واللي وصل معيات لهذا اللحظة اكسب عليه في كومنتر والله العائلة العظيمي لك تفرحوني. شكرا لكم والسلام عليكم.